واجهت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي تعليمات لرؤساء النضوات الجهوية للجامعات من أجل تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في التعليم والتكوين العاليين وأمرت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي مديرية مؤسسات التعليم العالي بتصطير برنامج لتكوين أساتذتها في اللغة الإنجليزية ابتداء من سنة الجامعية 2022-2023 حسب الإمكانات المتاحة لكل مؤسسة جامعية كمرحلة أولى ويتعلق الأمر بتكوين الأساتذ الباحثين في اللغة الإنجليزية بمستوى يسمح لهم لاحقا بضمان تدريس الوحدات التعلمية المختلفة تدريجيا بهذه اللغة